نشرت صحيفة الأيام مقال بعنوان قطر فالت لا تعالج للكاتب عثمان الماجد أكد من خلاله أن قطر تشكو من نرجسية فاقعة ترقى إلى مرض عضال بسبب استمرارها في اتباع سياسة التعنت والمكابرة قطر تعلم علم اليقين أن نازمتها المتفاقمة وحيرتها في كيفية إعادة علاقاتها بعد ثلاث سنوات من المقاطعة الشاملة بالدول الأربع المكافحة للإرهاب وفي طرائق تقليص نفسها من الورطة التي أوقعت فيها نفسها نتيجة عجرفة سياسية ومراهقة دبلوماسية وسوء تقدير لم تعد تعني كثيرا لهذه الدول بعد أن تيقنت قيادات هذه الدول أن قطر تشكو من نرجسية فاقعة ترقى إلى مرض عضال قيل فيه شعبيا فالج لا تعالج تعبيرا عن اليأس من وجود علاج لهذا المرض وما ينبغي على قطر إدراكه دائما أن أمن هذه الدول الأربع واستقرارها يأتي في المقام الأول ولهذا فإن الأمن والاستقرار يتحققان ويترسخان أكثر فأكثر دون قطر الممولة للإرهاب والتطرف والداعمة لكل العمليات التي تستهدف أمن هذه الدول وشعوبها وشعب البحرين هو من أكثر الشعوب التي عانت من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي دعمتها قطر على مدى سنوات ويبدو لي أنه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مقاطعة كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر وهي المقاطعة التي تعاني من آثارها حكومة قطر دون غيرها رغم ما تظهره من مكابرة وعدم اكتراث قد بثت قناة الفتنة والتحريض وخراب الأوطان قناة الجزيرة لقاء مع وزير خارجية قطر لا يقول شيئا إلا ليعيد استوانته المشروخة التي تؤكد لقادة دول الأربع بأن قطر لم تبارح موقفها القديم قيد أنملة ويبدو من خلال خطابه أن حكومة دولته رغم حاجتها إلى الوصول إلى المصالحة هذا إذا ما جاز لنا أن نعتبرها حكومة بكل ما تعنيه كلمة حكومة من استقلالية القرار الوطني وسيادته لم تتخذ قرارا بشأن تخليها عن نجسيتها ومكابرتها كل ما جاء على لسان وزير خارجية قطر لا يموت إلى الحقيقة والواقع بصلة فقد تحدث عن أن هناك مبادرة مطروحة كويتية أمريكية والأجواء بشأنها إيجابية والحقيقة أننا لا نعرف شيئا عن هذه المبادرة إلا إذا كان هو نفسه يكشف سرا علما بأن مبادرات حل الأزمات الشائكة مثل أزمة قطر تأخذ وقتها في السر بين الدول ليعلن عنها فيما بعد في الإعلام في مطلق الأحوال نحن لا نصدق ما يقوله سياسي وإلمي قطر كبيرهم قبل صقيرهم ثم أي أجواء إيجابية يتحدث عنها الوزير إذا كان لغاؤه نفسه هذا الذي نتحدث عنه يدخل في خانة التأزيم وفيه ما فيه من التقول على الآخرين ومن تزييف الحقائق الذي يظهر الدول الأربع في مظهر الدول الشريرة التي لا تريد لقطر ولا للعروبة والإسلام خيرا ويبتدع لقطر صورة الحمل الوديع المظلوم والمستهدف من مقاطعيه على القيادة السياسية في قطر أن تتحلى بشيء من الواقعية والحكمة وأن تحكم تقدير ما يجب عليها تنفيذه من المطالب التي أوضحتها الدول الأربع فتضعها محل تقدير يرتقي إلى التقديس رحمة بشعبها لأن في ذلك أمنا لها هي أولا وبالذات قبل أن يكون أمنا للدول المقاطعة فهي أي الدول المقاطعة تملك من القوة الذاتية ومن التلاحم ما يمكنها من الدفاع عن نفسها أي أن كان الخصم على قطر أن تترك المكابرة وتلعق جراحاتها إذا ما أرادت أن تبقى حيث حضنها الطبيعي فلا إيران بتوجهها الصفوي ولا تركيا بنزعتها العثمانية سيكونان أرحم عليها ولها من أشقائها العرب ترجمة نانسي قنقر